السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أصدقائي أحبائي وجميع متتبعي قناة السجيس يو ام ار الكرام اليوم سوف أعرض عليكم أسهل تقنية لمعرفة كود لويفي للشبكة التي أنتم على اتصالين بها هذه التقنية أصدقائي سوف تسهل عليكم مشاركة كود لويفي مع أصدقائكم في حالة نسيتم الكود وأنتم متصلون بشبكة معينة كل ما سأقوم بعرضه في هذه القناة لأجل تسهيل استخدامكم للأدوات التقنية وكذلك المجال الرقمي والمعلوماتي ولتعم الفائدة أرجو منكم أن تقوموا بالاشتراك وذلك بالضغط على زر الاشتراك أو أبوني في حالة كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها القناة ولدعمنا بالضغط على زر الإعجاب أو لايك وكذلك ترك طريق في حالة أردتم معرفة شيء جديد في هذا المجال أو ترك أطر جميل لتحفيزنا على مزيد من العطاء وأتمنى أن تشاركوا أصدقائكم هذا الموضوع لتعم الفائدة وبدون إطالة اليوم سوف نبدأ إن شاء الله بهذا الموضوع وبسم الله أول ما سنقوم به أصدقائي والدخول إلى البلاي ستور وكتابة QR سكانر سوف نقوم بتحميل أي من هذه التطبيقات سوف تكون مهمة جدا لكم وسوف تقوم بتسهيل هذه الخدمة هذا التطبيق يمكنه مسح أي كوض على هذا الشكل المربع ويستخرج منه جميع البيانات التي فيه بعد ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى إعدادات الويفي كما تلاحظون هنا سوف نقوم بالتغطر هذا الزر لفتح الإعدادات ويمكننا عصرنا كوض QR كما هو مبين في أسفل الشاشة كما تلاحظون هذا هو الكوض الخاص بهذه الشبكة وسوف أقوم بتحميله بهذا الزر في أسفل الشاشة كما تلاحظون لقد تم تحميل هذا الكوض سوف نرجع إلى هذا التطبيق وكما تلاحظون سوف نقوم بفتحه سوف يظهر لنا في الآلة فتح صورة لقراءة الكوض وهو على شكل صورة كما تلاحظون هنا في الآيقونة بعد ذلك نضغط على هذا الزر لفتح الصور وسوف نلاحظ هذا الكوض كما تلاحظون هذه هي الشبكة وهذا هو الكوض الخاص بالشبكة سوف نقوم بتجربة هذا الكوض وذلك بالدخول إلى إعدادات الويفي سوف نقوم بعمل مبلي بهذه الشبكة بعد ذلك سوف نقوم بإدخال هذا الكوض كما تلاحظون هنا لنرى إن كان سيشتغل كما تلاحظون أصدقائي تم الاتصار بالشبكة نشكركم على مشاهدتكم ونلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء